توقعت صحيفة فينانشل تايمز أن لا تستطيع بريطانيا تجنب الركود حتى نهاية العام الحالي عشرين ثلاثة وعشرين لا سيما وقد واجهت أزمة اقتصادية طاحنة منذ بداية العام الماضي لا سيما مع اندلاع العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وذكرت الصحيفة أن الاقتصاد البريطاني دخل في حالة ركود تقني يعرف بأنه ربعان متتاليا من الانكماش وسيكون هذا التباطئ أقل ضحالة مما توقعه البنك المركزي بفضل الانخفاض في أسعار الغاز بالجملة والمرونة غير المتوقع لسوق العمل قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا أن تخفيف الديون أمر بالغ الأهمية للدول المثقلة بالديون لتجنب تقليص الخدمة الاجتماعية وتداعية أخرى وأضافت جورجيفا أنه من المقرر أن يحضر وزير المالية ومحافظ البنك المركزي الصينيان اجتماع مائدة مستديرة مع دائنين آخرين وبعض الدول المقترضة في فبراير بالهند وأضافت مديرة صندوق النقد الدولي أنه على الصين أن تغير سياستها حيث أن الدولة ذات الدخل المنخفض لا تستطيع الدفع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر